هنتكلم دلوقتي عن خاصية الكوبي والكات والبيست او القص والنسخ واللزقة. نبدأ الاول بالنسخ عشان تنسخ عندك اكتر من طريقة. اول حاجة انك تقف على الخلية اللي انت عايز تنسخها. وممكن تنسخ خلية واحدة او مجموعة خلايا او صفوف او اعمدة عادي براحتك. اول طريقة تنسخ بها انك تقف على الخلية اللي عايز تنسخها وبتدوس كليك يمين. وبعد كده بتختار نسخ. هنروح المكان اللي عايزين نلزق فيه. وبعدين ندوس على كليك يمين. وبعدين تدوس على لزق. دي طريقة هنرجع تاني تاني طريقة ان انت تعمل كده من اختيار تاب الشريط الرئيسي تعمل نسخ. وبعدين تروح على المكان اللي عايز تلزق فيه وهتعمل لزق من هنا. هنرجع تاني تالت طريقة انك تستخدم الاختصار بتاع لوحة المفاتيح عشان تعمل نسخ. ولما بتعمل نسخ بتلاقي ان حدود الخلية اتنشطت عملت كده. ده معناه ان انت في وضع النسخ تقدر تروح لاي مكان دلوقتي وتدوس على عشان تعمل لزق. ولاحظ هنا ان الخلية مازالت متنشطة يعني وضع النسخ مازال شغال. ممكن تروح الخلية تانية مسلا وتعمل برضو ايه عشان تاخد نسخة تانية. ممكن برضو تروح لمجموعة خلايا تحددهم وتعمل طالما التنشيط لسه شغال تقدر برضو تاخد نسخة. تقدر تلغي التنشيط طاعة الخلية انك تدوس على زرار من لوحة المفاتيح او ممكن تدوس على اي خلية تخش جواها خلاص هيلغي لك عملية تنشيط النسخة. هنعمل عشان نرجع تاني. في طريقة تانية برضو عشان تنسخ بيها انك تقف على الخلية دي. وتتحرك بالماوس لغاية لما يتغير شكله لاتجاه الاربع اسهم دول. وبعدين هتسحب وتروح للمكان اللي انت عايز تاخد فيه النسخة. بس ما تشيلش ايدك الا لما تدوس على زرار الاول وتفضل دايس عليه. وبعدين تشيل ايدك. كده اخد نسخة من الخلية اللي فوق. لانك لو ما عملتش كده وروحت سحبت الخلية دي. وما دستش على زرار الكنترول. بعدين سبت ايدك من على الماوس. اللي هيعمله انه هو هيعمل او نقل الخلية. يعني هيشيل محتويتها من هنا وينقلها لمكان جديد. لو ده اللي انت عايزه خلاص تمام. لكن لو انت عايز تاخد مجرد نسخة يبقى تعمل الطريقة اللي قلت عليها وتدوس على زرار الكنترول. ممكن زي ما قلت تاخد نسخة من خلية او مجموعة خلايا او نطاق كامل زي كده ممكن احدد الجدول ده كله. واعمل كنترول و سي وروح على المكان اللي عايز انسخ فيه. واعمل لزق هنا بكنترول و فيه. برضو نفس الموضوع لو وقفت على خلية فيها قيمة بس. وسحبت وعملت نفس الحكاية دي هيعمل لك كوبي. هو كده اخد كوبي. وهيطبق لي نفس القيمة دي على كل الخلية اللي انا عملتها. كده اخد لي نسخة من القاهرة على كل الخلايا اللي انا حددتهم دول وصحبت عليهم. كنترول وزد عشان نرجع تاني. طيب لو عملنا نفس عملية السحب دي. بس جينا هنا فتحنا القيمة بتاعة خيارات التعبئة التلقائية. عندك شوية اختيارات هنا. اما انك تنسخ الخلايا وهو ده اللي هو عمله لي. او ممكن تختار انك عايز تعمل تعبئة التنسيقات فقط. يعني انت عايز تاخد التنسيق بتاع الخلية دي نفس الخط ولونه والحدة بتاعته ولون الخلية. فندوس على تعبئة التنسيقات فقط. هو شال هنا الكلام بالقيمة ونقل بس التنسيق بتاع الخلية هنا. في اختيار تاني انك تعمل تعبئة بدون تنسيق يعني هينزل كلمة القاهرة في كل الخلايا دي بس بدون التنسيق بتاعها. هتبقى بالشكل ده. كنترول وزد عشان نرجع تاني. نروح لامر القص وده بالضبط عامل زي النسخ بس الفرق انه هو بيشلك محتوية الخلية وينقلها بالكامل في مكان تاني. لو قفت على الخلية دي وعملت قص. وروحت هنا على المكان ده وعملت لزق. اللي حصل ان هو شلي الخلية من هنا خالص ونقلها لي في مكان تاني. فنفس الحكاية زي نسخ زي ما قلنا في نفس الطرق. ممكن تستخدم الاختصارات اللي هنا. او تستخدم الكليك يمين وتعمل قص. او انك تستخدم الاختصار بتاع لوحة المفاتيح كنترول و اكس. وبعدين تروح على اي مكان ونفس الامر كنترول و في عشان تعمل لزق. او زي ما شرحت قبل شوية ممكن تقف هنا عند حدود الخلية لما يتحول لعلامة الاسهم وبعدين تسحب بس بدون ما تدوس على زرار الكنترول هتسيب يدك هينقل لك الخلية من المكان ده للمكان ده. بنفس الحركة دي ممكن تحرك مجموعة خلايا مش لازم خلية واحدة بس. هتقف على الطرف بتاعهم وتسحبهم تحطهم في اي مكان. هينقلهم لك من المكان ده للمكان الجديد. برضو ممكن نعمل العمود كله. ننقله في المكان ده مسلا. عشان نرجع تاني. ممكن نعمل نسخة او قصة او لزق لمجموعة صفوف زي ما قلت او مجموعة عمدة. ممكن اعمل عمود كامل لما اجي عند العمود هنا من فوق. ممكن اعمل له نسخ. واروح لمكان العمود الجديد واعمل له ايه لزق. او ممكن اعمل له قص برضو نفس الحكاية. وعايز انقله هنا يبقى عمل له لزق هنا. بتشال العمود بالكامل من هنا وتنقل في المكان الجديد. نفس الموضوع بالنسبة للصفوف بتعمل كنترول و سي مسلا. واروح هنا واعمل له كنترول و في هياخد لي نسخة منه. او اعمل له قص ان انا كنترول و اكس. اروح للمكان الجديد كنترول و في. زي ما احنا شايفين شاله قصه من هنا بالكامل ونقلهولي في المكان الجديد. طبعا انت ممكن تنسى خلية او مجموعة خلايا او عمود او مجموعة عمدة او صفوف من نفس اه ورقة العمل اللي انت فيها. يعني احنا هنا عملنا كوبي. واخدنا النسخة في نفس ورقة العمل. وممكن كمان تروح لورقة عمل تانية. وتروح لها اي خلية وتعمل برضو كنترول و في. وممكن كمان تاخد نسخة من تروح على تاني. وتروح تعمل في اي مكان هنا براحتك. في موضوع النسخ ده في خاصية بتسهل عليك الشغل جدا وهي الكليب بورد. الكليب بورد مكانها هنا اللي هي الحافظة تدوس على السهم ده عشان تفتحها وتنشطها. الوقت احنا هنعمل ايه? هنروح انسخ هنا مجموعة حاجات. هنسخ الاسم الاولاني ده كنترول و سي. هنشوف هنا اضاف لي هنا. وبعدين ابراهيم وهبة. اضاف هنا كمان فوه. تفضل تنسخ مجموعة خلايا زي ما انت عايز. من اكتر من ورقة عمل عادي او من اكتر كمان من وورك بوك. هنروح الورك بوك التاني. واخد اسمي من هنا. ونلاحظ ان كله هنا موجود في الحافظة. تقدر هنا تعمل نسخ لغاية اربعة وعشرين عنصر. سواء العنصر ده كلمة او كلمتين او حتى جملة كبيرة او حتى مجموعة خلايا يعني ممكن اجي عند الجدول ده. واعمل له نسخ كله هيعتبر هو عملية نسخ واحدة لما دوس على كنترول و سي. هو انزلني هنا يعتبر عملية واحدة او عنصر واحد. اقدر انسخ زي ما قلت لغاية اربعة وعشرين عنصر في المرة الواحدة. دلوقتي اروح لورقة عمل جديدة. وعايز اخد النسخ دي منها فيها. فده اسهل بكتير من اني افضل انسخ مرة واحدة. وبعدين اروح على الملف اللي انا عايز انقل فيه. وبعد كده ارجع تاني على ملف تاني. واخد النسخ اللي انا عايزها. وارجع للملف بتاعي. فبدل ما تفضل رايح جاي كده كتير. الموضوع ده هيسهل عليك الشغل جدا. ندوس على كنترول وزد عشان نرجع. دلوقتي انا عايز اعمل لازق للحاجات اللي انا عملت لها نسخ الاول. فهروح احدد المكان اللي عايز ينزلي فيه النسخة الجديدة. واختار من الاختراض دي. عايز مسلا الاسم ده محمد محمد. اضغط عليه. هينزلي هنا. عايز منه نسخة تانية. اروح على اي مكان تاني. وبرضو ادوس عليه. هو هيفضل موجود هنا. طيب عايز اسم ابراهيم وهبة بعده. آآ بعده مسلا محسن احمد. انزل تحت هنا. وهعمل الجدول بتاعي. وتنزل تحت هنا. وتكتب فرع رياض مسلا. هنا اختار سعيد احمد. بعد كده هنا عايز فرع رياض تاني. هنا مسلا ادم الليسي. وهكذا باستخدام خاصية هتسهل على نفسك كتير جدا. تقدر تنسخ مجموعة من العناصر زي ما قلت يوصلوا الاربعة وشرين عنصر. وترجع تعمل لهم لازق براحتك في اي مكان انت عايزه. باختيار هنا اسمه لازق الكل بس مش في كل الوقت بيشتغل كويس. يعني نجرب لوقتي نعمل لازق الكل. عملي لازق المجموعة الخلاية دي لكن وعمليش لازق للجدول. فالاسهل والافضل ان انت تشتغل عليهم واحدة واحدة. بعد ما تخلص تقدر تعمل مسح الكل او تمسح اي واحد فيهم. تدوس عليه كليك كيمين وبعدين تختار حسف. او تمسحهم كلهم. وتفضل كليب بورد وترجع تشتغل بيها تاني. هنتكلم دلوقتي عن خاصية الاوتوفيل. الاوتوفيل من الخصائص المفيدة جدا في برنامج الاكسل. الاوتوفيل لما تيجي تقف على اي خلية هتلاحز ان هنا عند الزاوية في مربع اخضر صغير. هو ده اسمه الاوتوفيل هاندل. بيشتغل ازاي بانك لما تروح هنا بالماوس هتلاقي المؤشر بتاع الماوس تغير لعلامة الرفيعة. لما تسحب وتنزل لتحت. انت كده بتاخد نسخة من الخلية اللي انت سحبتها. نرجع بكنترول وزد. فزي ما تكلمنا في عملية الناس خلوين انت عملت كده في الاوتوفيل هتاخد نسخة من الخلية من قيمة الخلية اللي موجودة. لو الخلية دي عبارة عن صيغة زي الاجمالي ده مثلا. الاجمالي ده عبارة عن اجمالي الست شهور دول. فلما تيجي هنا وتسحب بالهاندل بتاع الاوتوفيل وتنزل لتحت. هو مش هياخد نسخة من قيمة الاجمالي ده. يعني مش هيعمل لي كوبي من التلاتة وستين الف. ويعمل لها هنا بيست. ويخلي لي كل الخلايا نفس الرقم. هو بياخد نسخة من الصيغة نفسها. وطبقها لي على الصفوف المقابلة لها. فهنا عندي الاجمالي بتاع كل صف. ودي واحدة من وظائف الاوتوفيل. فيه وظائف تانية زي مثلا لما تروح هنا وتكتب رقم واحد. زي ما قلنا لو سحبنا هو رقم واحد بس لو سحبنا تحت هناخد نسخة منه. وكل الخلية اللي تحته هتبقى نفس القيمة بتاعته. نرجع تاني كنترول وزد. طب بيحصل ايه لو كتبت في الخلية اللي بعده اتنين. احنا كده عملنا هنا او نمط معين. كده كأننا بنقول للبرنامج الاكسل انا كتبت لك واحد وبعدين اتنين. المفروض انت هتعمل ايه دلوقتي لو سحبت بالاوتوفيل. المفروض ان هو هيكمل تلاتة اربع زي ما احنا شايفين هنا بيظهر لي على اليمين. خمسة ستة وهيفضل يعمل لي تسلسل لغاية لما قف. وقفت عند عشرين هنا هو عمال لي تسلسل. طيب لو رجعنا تاني. وانا كاتب واحد بس وبعدين سحبت بالاوتوفيل وانزلت تحت. ممكن اخليه تسلسل? ممكن طبعا بعد ما تشيل ايدك. هتدوس على قائمة خيارات التعبئة التلقائية. وبعدين تختار تعبئة السلسلة. كده عمال لي تسلسل. من واحد لغاية تسعة عشر. لو سحبت ونزلت اكتر هيكمل لك التسلسل بتاعك. كنترول وزد عشان نرجع. طيب لو عملت تسلسل غير الواحد واتنين وتلاتة. لو جيت هنا وكتبت واحد وبعد كده في الخلية اللي بعده كتبت تلاتة. انا كده عايزه يعدي لي واحد بعدين تلاتة. اللي بعد كده هيبقى خمسة وبعدين سبعة. نسحب كده ونشوف. وكده خلى لي القام الفردية. واحد تلاتة خمسة سبعة وهكزا. ممكن برضو تعمل نمط مختلف مسلا نكتب عشرة عشرين وهو هيكمل لي. فطبعا العشرة او مضاعفاتها او اي ارقام تانية يعني ممكن اكتب هنا الف الف واحد وهو يكمل لك. مش بس كده هو ممكن تستخدمه في حاجات تانية كتير. يعني ممكن اكتب مسلا تاريخ اليوم. وعشان تكتب تاريخ اليوم او تظهر تاريخ اليوم في اي خلية بتدوس على كنترول. والكاف من لوحة المفاتيح. هنا عمل لي تاريخ اليوم. لو سحبت ونزلت هنا. هنلاحظ ان هو بدأ يزود لي التاريخ. اربعة وعشرين بعد كده خمسة وعشرين تلاتة بعد كده ستة وعشرين تلاتة. لو سحبت بالهندل وطلعت فوق. هيعمل لي ايه? هيعمل لي التاريخ اللي قبل اربعة وعشرين كمان. طب لو سحبت وروحت عالشمال زي ما احنا شايفين. هو اللي عمله ايه? ان اخد لي نسخة من نفس العمود اللي انا واقف فيه وعملها لي هنا. لو رحت اليمين هيبقى نفس الموضوع. وزي ما ذكرت قبل كده ان السحب ممكن تنسخ به القيمة او تنسخ به التعبئة التنسيق فقط. يعني تاخد التنسيق بتاع الخلية دي بس. وتنقله الباقي الخلاية. او ممكن تنقل تعبئة بدون تنسيق زي ما تكلمنا عنها من شوية. ممكن كمان تستخدم الاوتوفيل عشان تملأ مسلا مجموعة شهور. انا هنا هكتب له شهر يناير حتى كمان الاختصار بتاعه يمشي. فبراير وبعد كده هحددهم. ولما اسحب لتحت هو يكمل لباقي الشهور. وزي ما قلت كمان تمشي مع السنين والتواريخ وكل حاجة. ممكن كمان تنسخ اكتر من خلية. يعني لو قفت على خليتين. وسحبت ونزلت تحت هنا. هيخد لي نسخة منهم. سعيد احمد وبعدين حسام اسعد. وفادل يكرر نفس النسخة. سعيد بعدين حسام سعيد بعدين حسام وهكزا. طبعا ممكن تاخد تلات خلايا او اربع خلايا او اكتر زي ما انت عايز. ممكن اعلم على كل الخلايا دي. وطول ما تفضل تنزل تحت كده هيخد لك نسخة منهم واحدة وارد تانية. ولقطو بتشتغل مش بس انك تسحب الخلية وتنزل لتحت. انت كمان لو ضغطت هنا على مكان المربع الصغير ده. هيفعلي الملق التلقائي لتحت بس. لكن ده ما يشتغلش اليمين او الشمال. هنروح لخاصية مختلفة شوية عن وهي الفلاش فيل. الفلاش فيل ببساطة فكرتها في هنا عندي جدوى البيانات عبارة عن الاسم والعمر والقسم والمدينة. كل خانة فيهم عبارة عن عمود مختلف. لو عايز اجمعهم هنا ممكن استخدم ده بخاصية الفلاش فيل. الفلاش فيل ببساطة كأن البرنامج بيشوف انا بعمل ايه? ويبدأ يكررلي النمط ده عن طريق تحليل البيانات اللي انا بعملها. مسلا انا هكتب هنا دلوقتي هاخد نسخة من محمد عبدو. وبعدين هنا ممكن اعمل فاصل اما فاصلة او شرطة او اي فاصل انا عايزه. وبعدين هكتب تسعة وتلاتين اللي هو العمر. وبعدين هكتب داش تاني. واروح عند التسويق مسلا اخد منها نسخة. واكتبها هنا. وبعد كده داش وبعد كده اخد القاهرة. هنزل على الخلية اللي تحتها. احاول اكرر نفس الموضوع تاني. اخد الاسم من هنا مصطفى عبدو. وبعدين داش. لو نلاحظ هنا ان الجاز من نفسه جاب لي البيانات دي. هو فهم انا عملت ايه هنا? انا هنا جمعت المجموعة الخلايا دول حطيتهم في خلية واحدة. وفصلت بين كل عمود والتاني او كل خلية والتانية بعلامة الداش. ممكن استبدل الداش ده ما قلت بمسافة او بفصلة او باي حاجة تانية. هنا جاب لي مصطفى عبدو اتنين واربعين سنة. هو اللي كمل من نفسه من هنا من اول اتنين واربعين سنة. وبعد كده الحسابات مظبوط الاسكندرية. نروح على اللي بعده هنا جاب لي ابراهيم وهبة اللي هو الاسم والسن بتاعه. القسم والمدينة. لو ضغط على انتر هيطبق لي نفس اللي انا عملته هنا على بقية الخلايا. فهو كده اختصار لوقت ومجهود كبير جدا جدا جدا. دي ببساطة خاصية الفلاش فيه اللي اشتغل في حاجات كتير جدا. هنا مثال تاني نفس الحكاية عندي هنا الاسم الاول والاسم التاني. عايز اجمعهم هنا في الخلية دي. فوقف هنا عند اول خلية واكتب محمد وبعدين مسافة عبدو. اروح اللي بعدها واكتب مصطفى. لو نلاحظ هنا برضو هو هنا اشغال لي خاصية الفلاش فيل. وبدأ يستنتج انا بعمل ايه? وبيخترح علي الفلاش فيل انه هو يوفر علي الوقت والمجهود ده. فلو دست على انتر هيطبق لي نفس النتيجة. طيب فيه طريقة تانية اعمل بها الفلاش فيل. هروح على اول خلية واكتب المحتوية بتاعتها محمد وبعدين عبدو. ودوس انتر. وهنا فيه اختصار من لوحة المنفاتيح اللي هو كنترول و اي. لو ضغط عليه هيعمل لي فلاش فيل بدون محتاج ان انا اكتب الصف التاني او التالت او هكزا. تأكد برضو ان نتيجة الفلاش فيل مزبوطة. هنا الاسامية كلها مزبوطة فعلا. دلوقتي عايزين نجرب العكس. هنا كان عندي الاسم الاول والتاني وانا جمعتهم. انا هنا عندي الاسم الكامل وعايز افرقه. هنروح على هنا ونجرب ازا كان الفلاش فيل هتشتغل لوحدها ولا لأ. هكتب محمد بعدين اروح الخلية اللي بعدها عبدو. وبعدين هنا هكتب مصطفى. عبدو. هلاحظ هنا حتى لو كتبت الاسم التالت. هو دلوقتي مش هيقدر يعمل لي الفلاش فيل زي ما انا عملت في المثالين اللي قبل كده. فممكن اعمل ايه هنا? تكتب اول اسم من اول عمود. وتيجي هنا تحت وتكتب كنترول و ايه. هو هنا فهم ان انا خدت الاسم الاول من كل خلية من دول وطبقه هنا. اروح على الخلية اللي بعدها وادوس برضو كنترول و ايه. وهكزا. وكده برضو انا اختصرت على نفسي وقته مجهود كبير جدا. فيه خاصية اسمها التكستو كولوم او بالعربي النص الى اعمدة. بتلاقيها في التاب بتاع بيانات. زي ما كنا اتكلمنا من شوية عن خاصية الفلاش فيل. واللي عملنا بيه ان احنا جينا عند الاسم الكامل هنا. وبعدين فرقناه على الاسم الاول والاسم التاني. ممكن تعمل طريقة مشابهة لدي بخاصية النص الاعمدة او تكستو كولوم. هنعمل ايه? نحدد محتويات العمود ده. وبعدين ننشط خاصية النص الاعمدة. هنسيب الاختيار الاول زي ما هو المحدد. اللي هو احرف مثل الفواصل او علامات الجدولة. تفصل كل حق. وبعدين ندوس على التالي. هنا هنختار المسافة لان اللي بيفصل بين الاسمين دول بكل كلمة والتانية عندنا هنا مسافة مش فصلة ولا حاجة تانية. فهنختار مسافة. هتلاحظ اول لما دوس على المسافة هنا عملي خنتين او عمودين. لما دوس على التالي ودوس على انهاء. هيجيب الرسالة بيقول لي توجد هنا بيانات بالفعل هل تريد استبدالها? اللي هيحصل دلوقتي انه هو هيخليلي هنا العمود ده الاسم الاول وهينقلي الاسم التاني للعمود اللي بعده. او هندوس على موافق. وكده عندك بيانات كانت عبارة عن الاسم بالكامل في الخلية اللي هنا. احنا نقلناه خلينا الاسم الاول والاسم التاني. بتقدر تيجي هنا فوق عندي العنوان بتعمل كوبي وبعدين وهنا عندي العمود التالت ده انا مش محتاجه. وكده قسمنا الاسم الكامل بدل ما كان الاسم بالكامل في عمود واحد. بس منها الى الاسم الاول والاسم التاني. هنتكلم دلوقتي عن تسبيت الخلية المرجعية او الابسلوت ريفرنس. لو اخدنا الجدول بتاع قائمة المبيعات الشهرية اللي عملنا عليه امسلة قبل كده. الجدول ده عبارة عن عدد من الفروع ومبيعاتهم في ست شهور. هنا جينا عملنا هنا الاجمالي بتاع كل شهر او كل فرع من الست شهور دول. وبعدين جبنا المتوسط. دلوقتي عايز اطلع عمولة. انا شايف الموظفين دول ما شاء الله اكتهدوا وعايز اديهم عمولة من المبيعات دي. مسلا نقول هنديهم خمسة في المية. ممكن اعملها باكتر من طريقة ممكن هنا نيجي نكتب معادلة. بسيطة نقول يساوي. عايز اخد الاجمالي. وهضربه. هدوس على علمة النجمة اللي هي الضرب. واكتب خمسة في المية. وبعدين هدوس انتر. هنا جايب لي ان الخلية دي من الشريط الرئيسي نسبة مقوية هغيرها خليها عام. ودي تلات تلاف مية وستين نسبة المبيعات اللي هي خمسة في المية من التلاتة وستين الف ومتين. وزي ما قلنا عشان نطبق النتيجة على باقي الخلية. بنسحب وننزل لتحت. بس انا عايز اعملها بطريقة تانية اللي هي الابسلوت ريفرنس. هاجي هنا عند نسبة العمولة وهكتب خمسة في المية. وهنا هاجي هكتب نفس المعادلة بس بطريقة تانية. هكتب يساوي. الاجمالي. وهضربه في الخلية دي اللي هي فيها خمسة في المية. هدوس على انتر. لما اجي دلوقتي احدد الخلية واسحب وانزل لتحت. ايه اللي حصل جاب لي اخطاء هنا. عشان اكتشف ايه الخطأ اروح الخلية دي اللي فيها المشكلة. وادوس عليها دابل كليك. هنا محدد لي فعلا الاجمالي مزبوط. لكن اخد المرجع بتاعه من الخلية دي بتاعة العمولة. ليه عمل كده? عشان هو الخلية اللي فوقه المرجع بتاعها كان فوقها بخليتين. لما جيت اطبق نفس النتيجة هنا. هو عملي المرجع بتاعه فوقه بخليتين. فوق الخلية دي بخليتين طلعت فين العمولة. فطبعا دي غلط. عشان اسبتها ممكن في اكتر من طريقة. يعني ممكن اسحب دي. واقول له والله لا انا عايز الخلية دي. وادوس انتر. دي اتحلت. لكن ما زالت المشكلة في باقي الخلايا. بدل ما افضل ادخل عن خلية خلية واحدد الخطأ. في طريقة اسهل اعمل بها الموضوع ده. هنرجع بكنترول وزد. هروح هنا تاني. اعمل عشان افتح اقدر اعدل او افتح التحرير زي ما احنا بنقول. واجي هنا عند الخلية اللي هي 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 دي الخلية اللي فيها نسبة العمولة. عايز اسبتها. مش عايزة حتى لما اجي انقل المعادلة لباقي الخلايا مش عايزها تتغير. عايز كل الخلايا اللي بعد كده تاخد نفس النسبة من الخلية دي. فياجي هنا قبلها وهكتب اف اربعة من لوحة المفاتيح. عشان يعمل لي علامة الدولار ساين. لو نلاحظ هنا هعمل لي علامة الدولار ساين قبل الجي قبل العمود. وكمان قبل الصف. ندوس على انتر. لما اقف هنا دلوقتي واسحب وانزل لتحت. حلل الموضوع وما عادش فيه اخطاء خلاص. عشان اتأكد برضو. هقف عن الخلية دي ودابل كليك. وشوف فعلا ان المرجع سابت هنا اللي هو الخمسة في المية. اللي هي الخلية جي فور. طيب هندوس على اسكيب عشان نخرج برا نروح على الخلية اللي بعدها. فعلا هنا ثابت. اللي بعدها نفس الحكاية. واللي بعدها نفس الموضوع. فدي ببساطة او الخلية المرجعية السابتة. طبعا موضوع فيه حاجات اكتر من كده بكتير. لكن احنا هنكتفي بحاجة بسيطة كده شرحة بسيط في القرص ده. عشان تعدل على اي خلية عندك في البيانات اللي موجودة عندك. زي ما قولنا قبل كده تقدر توقف على الخلية من برا. وتبدأ تكتب من اول وجديد لو عايز تبدل المحتوى اللي موجود بمحتوى تاني خالص. يعني عندي هنا الاسم محمد عبدو ممكن اغيره خالص اخليه احمد تعيد. او لو هنرجع تاني ندوس على عايز اعدل الاسم الموجود مش عايز ابدله باسم تاني. تدوس عشان تدخل على وضع التحرير بتاع الخلية. وتبدأ تعدل زي ما انت عايز. مسلا هنا عايز امسح عبدو. اكتب اسم تاني. شاكر مسلا. او عايز تضيف اسمه في النص. براحتك تقدر تعمل اي تعديل انت عايزه داخل الخلية. ممكن كمان تعدل بطريقة تانية انك تقف على الخلية وتروح على شريط الصيغ. وتبدأ تدعمل التعديل بتاعك زي ما انت عايزه هنا. هامسح شاكر مسلا واكتب العمري. لما تدوس على انتر بعد ما تخلص هتلاقي ان التعديل اتطبق على الخلية. ففي طريقتين عشان تعدل على الخلية او ادخال بيانات في الخلية. اما بالطريقة المباشرة او بشريط الصياغ. طيب لما نروح نعدل هنا كتبت مسلا سيد بدلت اخر كلمة. عايز الغي اخر حاجة انا عملتها من هنا. ممكن اروح هنا على الاكس. الغاء الامر. واما دوس عليه هيرجع لي اخر حاجة كانت موجودة. طيب عشان تخرج من الخلية بتدوس على علامة الصح. كده خلاص خلص التعديل وخرج من وضع التحرير الى الخلية بقت وضعها جاهز. يعني معناه ان احنا وقفين على الخلية من برا. طيب هنا عندي الخلاية دي شايف الاسماء طلع برا العمود بتاعها. المفروض انا في عمود الجي. الخلاية دي المحتوى بتاعها طالع برا الخلية بتاعتها. لو دخلنا هتلاقي كمان ان في اسم مصطفى ده اغلب ومش باين من اليمين. اللي باين حرفين بس. عشان تعمل كده في قد الطرق. ممكن تروح هنا فوق لما يتحول الماوس بالشكل ده. عند العمود فوق اسم العمود الجي. وابدأ اسحب وروح للشمال. انا كده بكبر عرض العمود عشان الخلية يزيد عرضها. وتستوعب كل الكلام اللي موجود فيها. هنلاحظ هنا ان الكلام برضو طالع برا الخلاية. لو سحبنا وروحنا كده. احنا كده بنوسع الخلاية. او ممكن نعمل بطريقة تانية. ممكن نيجي هنا. نحدد الخلاية دي. ونروح على اختيار مهم جدا من الشريط الرئيسي اسمه والتفاف النص. ضغطنا على الاسم ده خلينا نحدد العمود كله ونعمل له التفاف النص. دلوقتي لو صغرت حجم العمود الى النص كده تقريبا. هنلاقي ان الاسامي بدأت تبقى فوق بعض. عشان بتظهر لي كلها بشكل كويس. هروح هنا على الصفوف بتاعتها. ودوس هنا على الطرف دابل كليك. ونشوف هنا ان حجم الخلية بعد ما صغرته. اي اسم ما كانش مكفي انه هو يظهر فوق بعض نقلهولي تحت بعض. مصطفى عبدو ابراهيم وهبا وهكذا. كده غير لشكل التنسيق. وخلق التوسع يبقى رأسي مش افقي. طبعا انت هتقدر في اي وقت تغير ارتفاع الخلايا عندك. لو صغرتهم. هيبان لك اسم من الاسمين والتاني مش هيبان الا لما تضغط دابل كليك على الخلية. او تقف على الخلية من برة هيبان لك في شريط الصياغ محتوى الخلايا. طيب اسهل طريقة عشان تعد العرض العمدة والصفوف انك تحددهم. وتروح بين اي عمودين من دول وندوس دابل كليك بالماوس. ونعمل نفس الحكاية بالنسبة للصفوف هنحددهم وندوس دابل كليك بين اي صفين. لما علامة الماوس تجي لي بالشكل ده. وهو ده التنسيق التلقائي ده الاختصار بتاعهم. طيب دلوقتي لو عايزين نضيف عمود هنا مسلا هنا عندي عمود فاضي عايز اضيف واحد تاني كمان. ممكن توقف هنا فوق عند اسم العمود. لما يتحول الماوس الى علامة السهم ده. وتدوس كليك يمين. وبعدين تعمل ادراج او انسرت. زي ما احنا شايفين هنا اضف لي عمود جديد. اضفوا لي هنا على اليمين عشان انا لغة عرض المستند ده من اليمين للشمال. لو رحت هنا وعملت انسرت هيضيف لي عمود على يمين العمود اللي انا واقف عليه. عايز تمسح اي عمود برضو من نفس المكان. هتدوس كليك يمين وبعدين حسف. طيب لو عايز امسح محتويات العمود كله. مش عايز اشيل العمود انا عايز امسح الكلام اللي مكتوب فيه. دوس كليك يمين وبعدين مسح المحتويات. نرجع تاني كنترول وزد. طب لو عايز اضيف اكتر من عمود ممكن تحدد الاتنين دول. ولو دوسنا كليك يمين وعملنا ادراج هيضيف لي عمودين مش عمود واحد. يعني بدأ ما يبقوا اتنين دولوقتي هيبقوا اربعة. شايفين بقوا اربعة. نصغر عرضهم شوية. لو حددت الاربع عمدة دول وعملت ادراج هيضيف لي اربع عمدة اضافيين هيبقى المجموع بتاع العمدة الفضية اللي في النص دول تمانية. هنا لما نصغر العمدة دي هنلاقي ان عندي بقى تمان عمدة موجودين جداد. عايز تمسح اي عدد من العمدة بتحددهم وتدوس كليك يمين وبعدين حسف. ونفس الطريقة بالنسبة للصفوف عشان نضيف صف جديد نقف عند اي مكان هنا وندوس على ادراج هيضيف لي صف فوقه. طيب لو عايز اضيف صف تحت ده يبقى اقف على اللي تحته ودوس على ادراج. تمسح اي صف توقف عليه سواء صف او صفين او مجموع صفوف يعني ممكن تحدد وتدوس كنترول وبعدين تحدد صف تاني هنا تحت. وصف بعيد عنهم وبعدين تدوس كليك يمين وحسف هيحزف هم لك كلهم. ندوس كنترول وزد عشان نرجع تاني. هنحزف بس الصفوف الفاضية دلوقتي. ممكن تمسح اي عمودة او اي صف برضو من تاب الشريط الرئيسي. تحدده الاول. وبعدين تروح على حسف. اما تضغط حسف على طول. او لو كتبنا كنترول وزد عشان نرجع تاني. في قائمة هنا لما تفتحها. عندك شوية اختيارات. حسف خلايا. هي هيها نفس الموضوع. او حسف اعمدة من الورقة. برضو هيحزف لي العمدة. حزف لي العمود كله. وفي حسف ورقة دي لو انت عايز تحزف ورقة العمل دي كلها. لو ضغطنا عليها. حسف ورقة. هيطلع لي رسالة تحزير بيقول لي مايكروسوفت اكسل سيحزف هزي الورقة بشكل دائم. هل تريد المتابعة? لو عايز تحزف الورقة دي كلها بتدوس على حسف من هنا. اه وندوس على الغاء الامر. برضو لو عايز تحزف الورقة بتدوس هنا كليك يمين وحسف. طيب في اختصار عشان تضيف صفوفة او عمدة. تقف هنا عند العمود مسلا وتدوس على كنترول وزائد. هضف لي عمود جديد. وطول ما تقعد تزود بدن ما تفضل تعملهم بالماوس هياخد وقت اطول معك. تقف هنا وتضغط على كنترول وزائد وهكزا. هيفضل يزوير لك في عمدة. كنترول وزد عشان نرجع تاني. الصفوف نفس الحكاية حدد اي صف انت عايزه. ودوس على كنترول وزائد. هيضيف لك صف جديد. وطول ما تفضل تدوس على كنترول وزائد هيفضل يضيف لك في صفوف. ودي اسرع طريقة يعتبر لاضافة الصفوف. كنترول وزد او الصف نفس الحكاية. عشان تنقل عمود من مكانه المكان تاني هتحدده. وبعدين بتروح هنا بالماوس على طرف الخلية بتاعته. لما يتحول علامة الماوس الى الاسهم الاربع اتجاهات. تسحب وتروح للمكان الجديد اللي انت عايزة ننقله فيه. وتسي بيه دك هياخد لك نسخة منه. لو نلاحظ هنا ما حزفليش المكان ده لان احنا بعمل نقل للبيانات بس. يعني لو وقفت على العمود ده. وعملت نفس الحكاية. هنلاحظ ان هو نقل الصف هنا الاسم الاول. نقله اللي من هنا جابه في المكان الجديد. لكن العمود بتاعه فضل فاضي. يعني ما حزفليش العمود ده. نرجع بكنترول وزد. ممكن كمان انقل العمود الاسم التاني مسلا هنا اجيبه بدل الاسم الاول. هقف على العمود من فوق واعمل كنترول وكس. عشان اقص العمود ده وبعدين اروح هنا عند الاسم الاولاني. كليك يمين وبعدين ادراك خلايا مقصوصة. زي ما احنا شايفين هنا بدلي العمودين دول. الاسم التاني بقى الاول. والاسم الاول بقى هنا على الشمال. نفس الموضوع تقدر تعمله مع الصفوف طبعا. ممكن كمان نعمل ادراك للصفوف او نقل خلايا بطريقة تانية. ممكن مسلا نقف على خلية او مجموعة خلايا. هنحدد الخليتين دول. وبعدين ندوس كليك يمين ونختار ادراك. عندي هنا مجموعة اختيارات. انك تعمل ازاحة الخلايا اليسار. لو دوسنا موافق هينقل الخلايا دول للشمال. وهينقل كل الخلايا اللي على شمالهم برضو خليتين للشمال. ندوس موافق ونشوف. نقلل لوقتي المحتوى بتاع الخليتين دول. للشمال هنا. وهنلاحظ ان كل الخلايا اللي على الشمال اترحلت لخلية كمان على الشمال فكلهم خرجوا برا الاطار بتاعهم. هندوس ونرجع تاني. كليك يمين وادراج. هنا ممكن نعمل بطريقة تانية ازاحة الخلايا الاسفل. هندوس موافق. هيرحل لوقتي الخليتين دول لتحت. وهيرحل برضو كل الخلايا دول. يعني هيرحل الصف ده بالكامل لخليتين لتحت. ندوسنا موافق. هنشوف هنا بقى فيه خليتين فضيين. ونلاحظ هنا ان باقي المحتويات بتاعة الصفوف هنا ما تأثرتش. يعني انا هنا ما عملتش ادراك صف بالكامل. لا انا عملت هنا ادراك خلايا. طبعا هو هنا اخد التنصيق بتاع الخليتين دول من الخليل اللي فوقهم. طبعا ممكن تغيره انت في اي وقت. وهنا لو ولاحظ ان المحتوى كل الجدول ده اتنقل لتحت خليتين فهتلاقي ان في خليتين برا الجدول. ندوس نرجع تاني. هنرجع لادراج وفي هنا عندي برضو اخر اختيارين. صف باكمله هنا هيدرج لي صف بالكامل. ادرج لي هنا صفين بالكامل. برضو تقدر تغير تنصقه من تبراحتك. دول نفس الحكاية كأنك بتعمل ادراك صفوف. لو قفت هنا وعملت ادراك صف. اهو في صفين. نفس الطريقة تقدر تعملهم هنا من الخلايا زي ما شفنا من شوية. طيب لو حددنا الخليتين تاني ودوسنا على ادراج. اخر اختيار انك تعمل ادراج عمود باكمله. وتدوس على موافق. هنا ادراج لي عمود هنا على اليمين. كنترول وزد عشان نرجع تاني. حاجة مهمة جدا في تنصيق الخلايا تخلي بالك منها. لما يكون عندك خلايا المحتوى بتاعها باين لك هنا علامة الهاشتاج او الشباك زي ما بنسميها. يبقى معناه ان هنا فيه ارقام بس الخلية صغيرة جدا لدرجة ان هي مش قادرة تعرض المحتوى بتاع الارقام ده. فانت بتعمل ايه? بتسحب هنا من فوق العمود عشان تكبر شوية حجم الخلية. هتلاقي المحتوى ظهر لك. لو الارقام اكبر من كده هتحتاج ان انت تكبر الخلية اكتر واكتر. ولو ظهر لك برضو نفس الرمز ده معناه برضو ان فيه مشكلة. تكبر شوية الخلية. هيبن لك المحتوى بتاعها. الفاين ده انر بليس واحدة من اهم الخصائص الموجودة في برنامج الاكسل. وتقدر تفتحها هنا من تاب الشريط الرئيسي. تضغط على علامة العدسة دي. وبعد كده هنا يفتح لقايمة. تعمل بحس او فيه بحس واستبدال. ندوس على بحس. وهي دي القايمة اللي احنا بنتكلم عنها. ليه اختصار من لوحة المفاتيح برضو اللي هو كنترول واف. لما نضغط على كنترول واف هتظهر لي النفذة دي. هنا فيه اختيارين يا اما بحس او بحس واستبدال. هنا لو عايز تدور على اي حاجة في الشيط بتاعك. مسلا عايز ادور على اسم حد معين من الموظفين. لو انت عندك عدد محدد جدا من الخلايا لو اقول مسلا عندي تلت صفوف بس. تقدر تعمل كده بالعين هيبقى سهل. لكن لو عندك قاعدة بيانات كبيرة جدا. فالافضل ان انت هتستخدم اداة زي دي عشان تبحس بيها. مسلا عايز ابحس عن محمد طه. هكتب الاسم هنا وبعدين ادوش على بحس. في عندي اختيارين في البحس يا اما اعمل بحس عن التالي عشان يجيبهم لوحد واحد. هنا طبعا هو بحس لي في التلت خنات دول عشان انا محددهم. انا الوقت هشيل التحديد. واعمل بحس عن التالي. جاب لي هنا اسم محمد طه. هل الاسم ده موجود تاني? هاعمل بحس عن التالي. فعلا الاسم هنا موجود. في الخانة دي. اعمل بحس كمان. موجود الاسم متكرر تحت هنا. او تعمل بحس عن الكل. هيحدد لك كل الخلايا اللي فيهم محمد طه. وجاب لي هنا المحتوى بتاعهم هنا. جاب لي دي كل الاماكن اللي فيها محمد طه اسمه متكرر كتير. ده الجزء الاول من خاصية البحس. الجزء التاني وهو الاهم اللي هو استبدال. فمثلا هكتب هنا فوق التسويق وتحت هنا هكتب كلمة تانية. عايز ابدل كل كلمات التسويق اللي موجودة هنا. اتبدل بكلمة جديدة مثلا زي الدعاية. لما تضغط على استبدال الكل. هنا طلع الرسالة بيقول لك قد تمت المهمة وقمنا باجراء تمانية وخمسين استبدالة. يعني هو لقى كلمة التسويق موجودة تمانية وخمسين مرة. بدلهم كلهم بكلمة الدعاية في خطوة واحدة. هندوس على موافق. اغلاق. هنشوف هنا الدعاية. كل الخانات اللي كان فيها كلمة التسويق. اتبدلت بالدعاية. طبعا الخاصية دي ممكن تستخدمها عشان تبدل اسم باي اسم تاني. او تبدل جملة بجملة تانية. او تبدل ارقام بارقام تانية زي ما انت عايز. ممكن تبدل ارقام بحروف او حروف بارقام برضو براحتك. وممكن كمان تستخدمها عشان تبدل الكلمات او الحروف بحاجات تانية زي مسلا. دلوقتي انا عايز ابدل التسويق. مش بدل الدعاية انا عايز ابدلها بفراغ. فهكتب استبدال بيه هسيبها فاضية. وبعدين اعمل استبدال الكل. هنلاحظ هنا ابدلي كل كلمات التسويق بفراغ فاضي. طب نرجع تاني هنا ممكن ابدل كلمة التسويق بحاجة تانية زي صفر مسلا واعمل استبدال الكل. هيبدلي كل كلمات التسويق بالقيمة اللي هي صفر. في اختيار استبدال او بحث عندك كمان شوية اختيارات. ممكن تعمل التغييرات بتاعتك في نفس ورقة العمل اللي احنا شغالين فيها. ممكن كمان تبحث او تستبدل حاجات في المصنف كله ومش في ورقة العمل بس وممكن تبحث حسب الصفوف او الاعمدة يعني تخلي البحث مقتصر على مجموعة من الصفوف او مجموعة من الاعمدة وممكن كمان تبحث في الصيغ او القيم او التعليقات يعني لو في صيغ موجودة هنا كتبت بحث عن الكل لو انا هنا مختار المصنف طب اختار الورقة واروح على اي ورقة يكون فيها صيغ دي ورقة فيها صيغ هدوس على بحث عن الكل العمود ده بالكامل كله صيغ لو وقفنا على اي خلية من دول هنلاقي ان فيه ده هنا صيغة فهنا جاب لكل الصيغ اللي موجودة ممكن كمان تبحث في التعليقات والتعليقات دي من الحاجات المهمة اللي ممكن تضيفها في الخلية لو هنا وقفنا عند خلية وعملنا ادراك تعليق وكتبت اي حاجة الموظف المثالي مثلا هدوس كليك يمين وهاخفي التعليق لو عندي جدوى الكبير هنا مثلا وفيه تعليقات بس انا مش عارف يا فين بالزبط او عندي تعليقات كتير وعايز ابحث جواهم بحاجة معينة لو ابحث هنا باي كلمة اكتب مثلا الموظف ودوس على بحث هنا جاب لي النتيجة حدد لي الخلية وجاب لي القيمة بتاعة الخلية اللي هي سعيد امام تقدر توقف على الخلية من بره هنا هيجيب لك ان فعلا هنا فيها تعليق وهو الموظف المثالي انا كتبت كلمة الموظف فبحث لي عنها فتقدر تبحث في القيم من بره او في التعليقات او حتى في الصياغ اما بالنسبة لاستبدال فعندك يا اما تستبدل القيمة من بره او تستبدل الصياغ ممكن استخدم بحث واستبدال عشان استبدل مجموعة من الخلية اخلي نفس القيمة بتاعتها بس اغير التنسيق بتاعهم مثلا فهنا انا اخترت التسويق كتبت في البحث واستبدال كتبت فوق في البحث كلمة التسويق والاستبدال هسيبها فضية بس اخش على التنسيق بتاع استبدال واخترت مثلا تعبئة بلون معين عشان يعبيلي الخلية من دول. وروحت عالخط مسلا اخترت اربعتاشر وخليته غامق. وبعدين ادوس موافق. لما تضغط على استبدال الكل. وتدوس موافق. هتلاقي ان اي خلايا فيها كلمة التسويق. غير لتنسيق بتاعها. عمل لي تلوين للخلية. وكبرنا الحجم وعملناه سميك. فدي برضو من الاستخدامات المهمة لباحث واستبدال وممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا. خاصية الجوتو او الانتقال الى وهي مشروحة من اسمها هي الانتقال الى تقدر تتنقل الى خلايا معينة في الجدول بتاعك بسرعة. الخاصية دي بتلاقيها موجودة في الشريط الرئيسي في التاب هنا بتاعت البحث والتحديد. هتضغط على القائمة وتروح الى الانتقال الى. ليها اختصار من لوحة المفاتيح اللي هو وفيه اختصار تالت اسهل اللي هو اف خمسة من لوحة المفاتيح. لما بتضغط عليها ونلاحظ هنا ان انا واقف على خلية معينة مسلا اللي هي محمد صلاح دي. رقمها سي اتناشر. الوقت ممكن تروح من هنا المرجع عايز تروح للخلية تانية. هنروح مسلا سي خمسين مسلا. ندوس على موافق. هينزل هنا الخلية سي خمسين. مسلا عايز اغير حاجة هنا الراجل ده كان بيتحك علينا مسلا. آآ عمره مش خمسة واربعين ولا حاجة هو عمره خمسين سنة. ندوس انتر. هدوس على اف خمسة وعايز ارجع للخلية اللي كنت واقف عليها قبل اللي ما اعمل التعديل ده اللي هي سي اتناشر اللي كان فيها محمد صلاح. هدوس عليها دابل كليك. هيرجعني ليها بسرعة. طيب لو فتحت اف خمسة تاني. هلاقي ان الخلية التانية اللي هي واحد وخمسين اللي وقفت عليها بعد سي خمسين. اتسجلت لي هنا. طيب لو قفت على خلية تانية هقفل هنا. وقف على خلية تانية. اعدل فيها مسلا او اعمل اي حاجة. ارجع على محمد صلاح. ادوس اف خمسة. هلاقي ان الخلية دي سبعتاشر اللي كنت بعدل فيها اضافة هنا. فده من ضمن الوظائف بتاعة خاصية الانتقال الى ان هو بيعمل لك او شجل للخلايا اللي انت بتشتغل عليها. الخلايا لها ارقام زي ما قلت او عنوين اللي هي دي سبعتاشر اي واحد وخمسين سي اتنا عشر. عندي خلية هنا مسلا تحت فيها الاجمالي. بتاع الموظفين. ورقام ها دي متين وخمسة. لو عايز تروح لها فما اعتقدش ان اي حد هيقدر يحفز بسهولة ارقام او عنوين الخلايا دي اللي هي دي متين وخمسة عشرين يروح لها. فممكن تعمل حاجة تانية مهمة انك توقف عند الخلية اللي انت عايزها اللي هي دي متين وخمسة هيظهر اللي هنا اسمها. احدد الاسم ده واسميها انا ايه يا اسم انا عايزه? هنا عندي انا الجدول ده خاص بموظفين الرياض. واسمي الخلية الرياض. وادوس انتر. كده انا اخترت اسم تاني الخلية خلتها الرياض. ومازالت الخلية طبعا محتفظة برقامها الاساسي اللي هو دي متين وخمسة. لو طلعنا من الخلية دي ورجعت وقفت عليها تاني هيجيب لي ان الاسم بتاحها بقى الرياض. طيب لو طلعت من الخلية وكتبت دي متين وخمسة. دي متين وخمسة. ودوست على انتر هيقضين الخلية دي. فالاسم ده بيبقى زي اسم افتراضي او الاسم اللي انا بستخدمه للخلية عشان اسهل على نفسي. لان انا مش هادة رحفظ ارقام الخلية دي. اللوقتي لو انا في اي مكان من الجدول وبعدين دوست على اف خمسة هنلاقي ان هنا جاب لي اسم الخلية بقى الرياض. طيب هل السجل ده هيفضل موجود في كل مرة بافتح فيها ملف الاكسل? الحقيقة لقى وكله هيتمسح معادة العقام او الخلايا اللي انا عملتلها اسامي. خلينا نجرب لوقتي نسايف الملف ده ونقفله. وارجع هفتحه تاني من هنا. وهرجع هفتح الملف تاني. هدوس على اف خمسة. هلاقي ان كل الخلايا او كل السجل اللي اتمسح معادة الخلية اللي انا عملتلها اسم. ودي حاجة مهمة جدا ومعيزة جدا في برنامج الاكسل. عندي مسلا هنا تاني قاعدة بيانات تانية. فيها موظفين القاهرة مسلا. فممكن اجي على نفس الخلية دي. وقديها اسم. اخليها القاهرة. وادوس على انتر. دلوقتي ادوس اف خمسة. عندي القاهرة والرياض. وممكن طبعا تختار عدد اكبر من كده بكتير من الخلايا. المهمة اللي تشتغل بها على طول. فده الموضوع هيسهل عليك انا عايز اروح للرياض. بضغطة واحدة. نقلني على ورقة العمل التانية بتاعت الرياض. واداني على الخلية بتاعتها بسرعة عشان مسلا اشوف المعلومة اللي انا عايزها او اغير زي ما انا عايز. نرجع تاني هنلاقي عمل لنا الحاجات التانية بس ما زال مسبت القاهرة والرياض. لو قفلنا الملف نرجع نفتحه تاني. هدوس على اف خمسة هلاقي الاسمين مازالوا موجودين عندي. الخاصية دي هتبقى مفيدة جدا وخصوصا للناس اللي بتستخدم قاعد بيانات او ملفات عمل كبيرة جدا. تقدر تعمل لك مجموعة من الخلايا تكون عندك متسجلة هنا بشكل تلقائي. كمان في حاجة مهمة في الخاصية دي. البيانات اللي عندي دي يبين ان هي في شكل جدول لكن هي في الحقيقة مش جدول مش ما بتعملش معها لانها جدولة. لو حولتها الجدول هدوس هنا هو حدد لي مساحة معينة هتأكد ان المساحة دي صحيحة تاخد الجدول كله. طيب هنقول ماشي ندوس الموافق كده حولي البيانات دي الى جدول. لما افتح اف خمسة هلاقي يسجلي الجدول ده. فخاصية الانتقال الى بتسجلك على طول بشكل مستريم الخلايا اللي انت بتعملها اسامي او الجداول. فلو انا في كل ورقة عمل عندي جدول او اكتر من جدول هتلاقيهم هنا متسجلين بشكل اساسي عشان تقدر تتنقل بينهم بسرعة. دوس موافق اروح على الجدول هو ده حدد لي الجدول واحد. لو عملت نفس الحكاية هنا الجدول ده. وحولت البيانات دي كمان لجدول. لما دوس على اف خمسة هلاقي يكتب لي ايه? الجدول اتنين. وده كان ببساطة استخدام الجوتو او الانتقال الى. هنتكلم دلوقتي عن وهي حاجة خاصة بالنسخ اللي هي لو عندي بيانات بشكل افقي عايزا نقلهم بشكل رأسي. يعني بدأ ما هم صف كده عايزا نقلهم يبقى عمود فوق بعض. بحدد البيانات دي وبعدين بدوس على عشان انسخهم. عايزا نقلهم في العمود دي يبقوا هنا فوق بعض. فهدوس او واجي عند خيارات اللزء. واختار تبديل الموضع. لو انت شغال بالانجليزي هتلاقي الاختيار ده مكتوب عليه وتضغط عليه هتلاقيهم هنا نقلهم لك بشكل رأسي. طبعا الكلام ده يمشي بالعربي والانجليزي عادي هنا عن حد الدول ونعمل هنقلهم هنا يبقى حتى بعد ما تنقل تقدر تفتح القايمة بتاعة خيارات اللزء. واتغير الوضع اللي انت عايزه. هنخليهم تبديل الموضع. وكده هنا نقلهم لفوق بعض على شكل عمود. دي سريعا كانت خاصية الترانسبوس داتا ودي من الحاجات المهمة جدا في الاكسل.